يعني إيه بقى موانئ خضراء؟ دايركس الموانئ الخضراء دي هي جزء من منظومة الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأخضر ده بيغطي مجموعة من القطاعات اللي هي زي النقل الطاقة من أهم القطاعات اللي بيغطي أحمر البنية التحتية الموانئ الخضراء أو فكرة المصطلح ده يعني إن أنا بعمل كل حاجة في المنظومة دي تكون صديقة للبيئة إحنا لسه خارجين من مؤتمر لاسكو تحديات البناخ العالم كله شايفين دي أزمة عالمية دول هتختفي تغيرات كبيرة جدا بتأثر على دول واختصادات دول فبالتالي أنا بعمل المنظومة كلها صديقة للبيئة إحنا في مصر بتدينا بفكرة النقل الأخضر ده تحديدا بتدينا إن إحنا حتى في وسائل المواصلات الداخلية داخل المدن الكبرى زي القاهرة إن إحنا حتى الباصلات على سبيل المثال بنجيب بساطة بتاع بطاقة الشمسية أو بالهيدروجين الأخضر أو بخلافة حتى إحنا يمكن كمان في مصر بقى عندنا تجربة مختلفة جدا يمكن وزارة المالية في إطار الطرحات اللي بتقدمها في السندات وزون الخزانة عملنا لأول مرة طرح السندات الخضراء إن إحنا بنطرح سندات الحصيلة اللي هتيجي من هذه السندات إحنا هنوجهها للمشروعات الصديقة للبيئة سواء مشروعات الطاقة الشمسية محطات الرياح منظومة النقل أو خلافة المواني الخضراء دي أنا بنشئ فيها كل حاجة صديقة للبيئة بدأت حتى من السفن السفن اللي بترمي مخلفتها في الميا في إن أنا المباني الموجودة في الميناء إن أنا تبقى كلها بتشتغل بنظام الطاقة الشمسية فكرة حتى الألوان الدهانات اللي بستخدمها التقسيم الداخلي للميناء من جوة ويمكن إحنا بدين نعملنا ده في ميناء سكندرية حتى في الفتاحات الأخيرة بعد التطوير لما فتحوا سيد الرئيس مؤخرا كان فيه جزء كبير جدا بلغة تتعدى 60% من ميناء سكندرية متماشية مع فكرة المواني الخضراء طيب هل ده هاي ساهم في رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030؟ بالتأكيد طبعا لأنه واحد من أهم المحاورة الرئيسية لرؤية مصر 2030 أو حتى مصر إفريقيا 2063 فكرة النقل المستدام مش حقدر أننا حققه إلا من خلالنا أتجي فكرة لكل تعميم فكرة النقل الأخضر على كل قطاعات النقل اللي عندي سواء السكك الحديدية سواء النقل الجوي أو حتى النقل البحري أو البري وفيما يتعلق بالمحطات الرئيسية سواء المواني أو محطات السكك الحديد أو المحطات اللي بتكون تنطلق منها وسائل النقل التقليدية زي النقل البري وخلافه فبالتالي فكرة الاستدامة ورؤية مصر 2030 حقيقي في جزء كبير وبتدينا فعلا حتى بس مش في النقل في كل قطاعات الدولة الحيوية اللي بتنطلق أو بتدخل ضمن الحداشر محور رؤية مصر الثامن مستدامة 2030 إن احنا نشتغل بشكل جديد ده كمان إحنا النهاردة ابتدينا نكتازب استثمارات في هذه القطاعات أو الاستثمار الأخضر تحديدا في هذا النمط أو هذا الشكل من أشكال الاستثمار اللي ممكن ما كانش موجود في مصر أو حتى في المنطقة بشكل عام هنا في منطقة الشرق الأوسط إن احنا تدي بس ما كناش حنيدر نحنا نكتازب الاستثمارات دي وإحنا مش عندنا أصلا البنية التحتية المؤهلة لفكرة مشروعات الاستدامة الخضراء سواء بقى في النقل أو في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد فبتدينا إن احنا نبدأ نأسس لبيئة أعمال بتتماشى وتتواكب مع هذا النمط طب دي بدأت إمتى وخصوصا إنه يعني من دلوقتي لحد استضافة مصر إن شاء الله لقمة المناخ الفترة اللي جاية لازم نكون بنتكلم وإحنا على الأرض صلبة يعني نكون قريدي مشينا خطوات في هذا المشوار أنا من شوية قلتلي كما إنه إحنا عملنا طرح بالسندات الدولارية سمناه السندات الخضراء الطرح ده اتغطى بأكتر من أربع أو خمس أضعاف ما كناش نقدر نعمل الطرح ده من خلال وزارة المالية إلا وإحنا قريدي فعلا عندنا على أرض الواقع في مصر مشروعات الاقتصاد الأخضر زي محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان أو محطة الرياح في جبل الزيت في البحر الأحمر أو خلاف